جميل جدا شيخانة طبعا كثير من القضايا التي نعيشها اليومية إفرازات عالم الحداثة أو العالم المعاصر الذي نعيشه نفس بنية الدولة الحديثة تتكلم عن البيئة عن الفضاء عن نظام الانتخابات عن كثير من الجزئيات التي نعيشها الآن في حياتنا اليومية وبالتالي أصلا لم تكن سياقا لم تكن حديثا لم تكن أصلا مطروحة في القرون الأولى لكي يكون حولها حكم وحديث وروايات أيضا وبالتالي لن نجد حولها سوى مجموعة من العمومات أو التوجيهات العامة أو الأخلاقيات أو القيمة والمبادئ ومنها ننطلق وبالتالي هذه أصلا أمور جديدة مستحدثة فلن يدعي أحد أن الإسلام لديه تصور دقيق عن شكل الانتخابات مثلا أو مشاكل فهذه عقلائيا جدا أمر مقبول لماذا تقول أن المدرسيين على خلاف ذلك لاحظوا مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الفكرة التي تقول بأن هذه المنطقة التي تتكلمون عنها التي ليس فيها نص هي شغل ولي الأمر هناك أطروحة تتكلم أنه في الدائرة التي سأسميها أنا الدائرة الجديدة هذه التي استجدت بفعل تطور الحياة في هذه الدائرة ولي الأمر له القدرة على سن القوانين النقطة التي تحدثت عنها هناك أن القول بأن ولي الأمر لديه القدرة على سن القوانين وفي نفس الوقت الشريعة شاملة فيه ضرب من التناقض الذي ربما لم يلتفت إليه أصحابه بمعنى عندما تقول أنت لولي الأمر لديك القدرة على سن القوانين في شكل الدولة وطريقة الإدارات والتنظيم الإداري الموجود وكل هذه التفاصيل مثلا تقول أنت سن القوانين في ذلك ولك أن تضع مئة بند مئتين بند خمسمائة بند على شكل قانون وفي نفس الوقت الشريعة شاملة هذا معنى أن الشريعة أنت تقر ضمنا بأن الشريعة ألقت مسؤولية التقنين في هذه المساحة على العقل الإنساني في ضمن هذه كليات الشرع المشكلة التي حصلت أنهم يوافقون على وجود دور الإنسان في التنظيم وفي صياغ التشريعات ولكنهم يفسرون هذا الدور بتعريف أقل من أن يقال عنه قانون مثلا على سبيل المثال الشيخ ناصر مكارم الشرازي المرجع الديني للمعاصر عندما عالج قضية الفراغ تشريعي الموجود قال لا الشريعة شاملة لكل مرافق الحياة وما من واقعة إلا ولها حكم كل ما في الأمر أن هذا الذي يقوم به ولي الأمر لهو متضمن لآلاف من القوانين ربما هذا الذي يقوم به ولي الأمر هو ليس بقانون هو عبارة عن مقررات بواسطة التعديل في التعبير أراد الشيخ أن يخفف من ثقل ومن حجم الدور القانوني الذي يقوم به ولي الأمر أو المؤسسات المنبثقة المؤسسات القانونية المنبثقة عن ولي الأمر فهم أعتقد أنهم شعروا يعني عندما طرح سحن باقر الصدر فكرة منطقة الفراغ لم يكن هناك شعور بأن هذا قد يولد تناقضاً ما بين القول بالشمول القانوني ومن القول المنبثقة الفراغ ولكن عندما وصل الأمر بعد ثلاثين سنة مع الشيخ ناصر مكارم الشرازي وأمثاله شعروا بأننا يبدو وقعنا في تناقض فأريد فك هذا الاشتباك وحل هذا التناقض عبر القول أنه لا هذه أمور مقررات وليست قوانين جوابي هو أنه هذه قوانين مجرد التعديل اللفظي أو تغيير العنوان لا يغير من واقع الأمر شيئاً هذه قوانين بكل ما لكلمة القانون من معنى نعم هي ليست قوانين خالدة ولكنها عبارة عن قوانين لأنه ليس من الصفات الذاتية للقانون أن يكون خالداً بل بالعكس ربما من أقرب الصفات إلى القانون أن يكون متحولاً في العادة فأنت تقول هم يقبلون أنا أقول نعم هم يقبلون لكن الدعاء أنهم لا يريدون رغم قبولهم بوجود مساحة في التقنيل للإنسان لا يريدون أن يتخلوا عن المقولة اللي يعتبرونها جزء من العقائد لأنها ترجع إلى التوحيد التشريعي وبالتالي الأمر يعني يبدو حساساً كثيراً ولذلك أنا قلت أن التجربة اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران هي عملياً تجربة عدم شبول الشريعة لأن حجم فعل المؤسسات القانونية في إيران ودورة في تشكيل القوانين وعدم رجوع في تشكيل القوانين إلى النص بالضرورة أنا لا أقول كل شيء لكن بالنسبة لا أبقى سبيع دليل عملياً على فكرة عدم شمول الشريعة ومجل الصيانة الدستور في الحقيقة هو لا يقوم بإسناد النتائج البرلمانية أو ما يصوبه البرلمان من القوانين لا يقوم بإسناده للشرح وإنما وظيفته إثبات أنه لا يخالف الشرح وبالتالي عدم المخالفة معناه في ثنائية بينما إثبات أنه جزء من الشرح وعبارة عن خطوة أصعب وأعقب هل هنا أنت تطرح إشكالية أنه القوانين أو المقررات التي تصدر عن البرلمان ومختلف المؤسسات الموجودة مثلاً في دولة إسلامية هي بالتالي تعطى الشرعية لأنها خاضعة تحت إشراف وتحت ولاية ولي الأمر وبالتالي هي تصبح قوانين دينية عندهم داخل دائرة التشريع الديني لأنه كلها خاضعة لنظر ولي الأمر صحيح والحال أنها في نفس الوقت تجربة بشرية عقلائية تنضج وتتطور وإلى آخره فهنا أظن تريد تطرح إشكالية أنه هذه لابد أن ننظر عليها كتجربة بشرية كتجربة دينية لأنه إذا كانت تجربة دينية هذه القوانين كلها لن ننسبها إلى الدين لأنها تحت نظر ولي الأمر ولكن إذا كانت تجربة بشرية فهذا الأمر أهوان ويمكن أن نتعامل معه بشرياً ومشاكل تماماً وهذا الذي أريد أن أقول أريد أن أقول بأن هذه عبارة عن تجربة بشرية وهذه التجربة البشرية قابلة للنقد هذه التجربة البشرية قابلة للمراجعة هذه التجربة البشرية من حقنا أن ننتقدها لأنها ليس نقدوها نقداً للدين ولكن في الوقت عينه هذه المقررات القانونية واجبة الطاعة من باب وجوب تنظيم الأمر من باب وجوب إطاعة أولياء الأمر من باب وجوب إطاعة الدولة والسلطة فيما لا يلزم منه الهرج والمرج حتى لا ينقع في الفوضى فالإلزام بطاعتها شيء وكون هذه القوانين دينية الهوية شيء آخر طبعا أننا نتكلم عن القوانين التي لا نجد حولها نصا أما ما نجد حوله نصا من كتاب أو سنة فإن هذا أمر ديني وعلينا اتباعه طبعا هذه المنطقة أنت تسميه قوانين ذات صبغة دينية ينتجها العقل المؤمن الذي هو يفكر في فضاءات مقاصد وكليات شريع الإسلامي والذي هو في تقنينه لا يخالف الأحكام الشرعية الواضحة وبالتالي هو في فضاء معين وفي قيود وحدود معين ينطلق من خلاله وناظر إلى المقاصد الكلية منها تحقيق العدل منها ابتعاد عن الظلم منها قيم معينة لابد فهو في ضمن هذا الفضاء يتحرك ويقنن وليس هو في فضاء بشري خارج عن أي حد أو قيد ديني والمحكمات كلها يعني بالتأكيد ولذلك أنا في شمول الشريعة ميزت ما بين العقل المؤمن والعقل العلماني أنا قلت عندما نتكلم عن أن الله أعطى هذا العقل صلاحية أن يشتغل على سن القوانين لا أقصد بالعقل العلماني التام يعني العقل الذي يسن القوانين بعيدا عن القيم الدينية وإنما هو عقل مؤمن في نهاية الأمر يعني ما خذ بعين الاعتبار حدود الله أن لا يتخطاها ولا يخرق أي حد من حدود الله وما خذ بعين الاعتبار أن وجهته تتجئ إلى تحقيق مقاصد الله في الأرض للإنسان وبالتالي هذا الإطار عدم تخطي حدود الله وأن وجهته نحو تحقيق المقاصد والغيات الدينية العليا هذا يعطيه الفضاء الديني وبالتالي أستطيع أن أميز عن الفضاء العلماني المطلق حتى لا يقال أن هذا يسمح للإنسان أن يشرع القوانين التي يريدها وبالتالي هذا يهدد موقعية الشريعة هذا يهدد الدين بالتأكيد لا نتكلم عن شيء من هذا التأكيد فهو حل وسط إذن لا هو ذهاب إلى العلمانية ولهو رؤية تقليدية لا تتيح للعقل الإنساني أن يتحرك وأن يتطور